موسيقى السلام عليكم وكل عاما وأنتم بخير عيدكم سعيد وحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والمسرحي العربي من الأردن الدكتور علي الشوابك قبل أن أبدأ حواري مع ضيفي لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى فازت رواية طشاري للروائية العراقية أنعام كجهجي بجائزة الرواية العربية بالفرنسية والتي تمنحها سنويا مؤسسة لوك لغغدي ومعهد العالم العربي في باريس وتصف الرواية الشتات العراقي عبر رصد مسار طبيبة عراقية في خمسينيات القرن العشرين تبعثر أفراد عائلتها بين قارات ثلاث في إطار سياستها بتوثيق الصلاة مع مختلف مؤسسات العمل التراثي في البلاد العربية والعالم وقع مؤخرا معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية تضمنت العديد من المجالات يفتتح السبت السابع عشر من أيلول الجاري في متحف قلعة بعلبك الرومانية الأثرية معرض الصدى الصامت للفن المعاصر الحدث الذي سيستمر على مدى شهر كامل ستتجاور فيه معروضات لخمسة فنانين أجانب وأربعة اللبنانيين تتمحور في غالبيتها حول ما يدور في المنطقة من أحداث وفي لبنان أيضا انطلقت في العاصمة بيروت الدورة السابعة من معرض بيروت أرتفير بمشاركة خمس واربعين صالة عرض من عشرين بلد عربي وأجنبي وتكرس الدورة الجديدة لاكتشاف الأصوات التشكيلية الشابة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار التحديات والمستقبل احتضنت مكتبة الإسكندرية على مدى يومين المؤتمر السابع لمديري معارض الكتب العربية الذي نظمه اتحاد الناشرين العرب والذي جمع مديري سبعة عشر معرضا عربيا للكتاب ناقشوا فيه مشاكل الرقابة والقرصانة وتزوير الكتب وسبول مواجهة آثارها وأضرارها ونبقى في مصر حيث انطلقت فعاليات الموسم الفني الجديد 2016-2017 لفرقة أوبرا القاهرة بحفلين أقيمة على المسرح الصغير وسط القاهرة ضم مختارات من أبرز كلاسيكيات الأوبرا العالمية كما يتضمن الموسم الجديد تقديم مجموعة من الأمسيات الموسيقية في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل أنها تسلمت 151 مشاركة عن فئتي كتب الأطفال واليافعين من 13 دولة عربية في ختام فترة استقبال المشاركات بدورتها الثامنة لتحقق بذلك أعلى نسبة مشاركة في تاريخها على مستوى الكم والنوع منذ انطلاقتها عام 2009 أهلا بكم من جديد وكل عام وأنتم بخير حلقة جديدة من فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والمسرحي العربي من الأردن الدكتور علي الشعب مرحبا بك مرحبا بك وأهلا وهي السعادة التامة أن أكون في فضاءات وفي فضاءات الرافدين لعل أن نغادر إلى منطقة جميلة إن شاء الله معك إن شاء الله وجودك جميل دائما حيث ما تكون يكون الجمال سفر الياسمين آخر ديوان أصدرته في الشار نعم وأنت البدوي كيف جمعت بين الياسمين وبين البادية السفر الياسمين جاء ضمن منهجية نعم لم يأتي هكذا بالأصل أنا أقرض الشعر الموزون نعم وجاء في ديوان الأول سفر رسائل متشائلة جاءت قصائدي ما بين ما هو عمودي نعم وما بين ما هو التفعيل أيضا نعم لكن فيما بعد رأيت أن من الإبداع نعم أن يتتغير الرؤية لدي بخصوص تقديم الشعر فكان عندي ميول أصلا قديما إلى قصيدة النثر نعم لكن كانت المدارس لا تقبل بذلك في بدايات الشعرية كان لابد كوني كنت مدرس للغة العربية نعم كان لابد أن أذهب إلى ما هو موزون وأنا بالأصل مدرس لهذا الوزن والعروض الشعري نعم بكل تفاصيل نعم لكن عندما تنضج التجربة أو التجربة نعم كان لابد أن نذهب إلى ما يسمى باختلاف الإقاع واختلاف الحياة واختلاف الأشياء وجود مدارس نقلية جديدة نعم الحقيقة بالبدايات كان أن تقول قصيدة النثر أو تكتبها وتنشرها يعني هذا هو كان الصعوبة في الموضوع نعم لكن وجدت فضاء رحبا نعم بمن يقبل هذه القصيدة إذا سميت بالقصيدة أو إذا قبلت من قبل النقاد بهذه التسمية نعم فجاء ديوان سفر الياسمين بمجموعة نصوصه نعم كنت أسميها النصوص لكن عندما كان يستمع عليها كثير من النقاد نعم وأخص بالذكر الدكتور عزمي الصالحي أعاده الله إليه بالسلامة إلينا بالسلامة وشافاه مما هو فيه آمين أقول هذا الرجل يعني ثبت ووطد عندي قصيدة النثر بهذه المسمى آمين وخاصة أنني أنطلق من نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم نعم بما أن المنثور قد لا يكون فيه موسيقى نعم ولكن هناك انسجام بين اللفظ والمعنى وهذا أيضا ما قد عمدت إليه في سفر الياسمين كموضوع فكري في قصيدة النثر أو في الشعر الجانب الآخر الأهم وهو ما بدأت السؤال به نعم عن كيف تكون هذه الرؤية الغريبة رؤية زراعة الصحراء بالياسمين عندما كتبت قصيدة هواجس الأعراب هذه القصيدة تركت الوزن جانبا وبدأت يعني يكون لي بحر جديد من الشعر نعم لا أعرف اسمه لكنه هو بحر الياسمين تحديدا وهذه الياسمين الأمل الياسمين أيضا الاستشراق الياسمين الحلم الخلاص من الواقع المر فكان لا بد للبدوي الذي في داخلي وهو أيضا الأعرابي الذي له قوانينه الخاصة أن يمشي بهذا الفراغ إلى أن يقنع الجميع حتى هذه أو تلك الدول التي زرعت في وطننا الحبيب كل هذه المتناقضات التي نراها في الواقع فسفر الياسمين جاء مؤكدا لنظرية تدعتها شخصيا داخلي وهي إبداعية وأيضا وإن كان مخالفا لكثيرين في موضوع الوزن الشاري لكني كانت اللغة فيه لكن اللغة كانت فيه والصورة كما قال النقاد وأشهدوا بها بالإضافة إلى الشعور بأنه لا بد من التجديد وخلق حالة جديدة أسميناها السفر الياسمين سوف نتحدث في هذه التفاصيل كلها وأسألك عن رؤياك في النص النثري ورؤياك في هذا الانقلاب نسميناه انقلابا على قواعد الشعر العربي أو معايير الشعر العربي بدي أن نسمع منك نصا من ديوان سفر الياسمين ثم نكمل حديثنا في هذا الفضاء بكل سرور يعني هي قصيدة الرحلة الأولى أو هواجس العراب بعض المقاطر منها لأن قصيدة هي طويلة صراحة وضمن هذه القصيدة نجد دراما وهي أحد مكونات القصيدة قصيدة النثر التي أنا اعتمتها في هواجس الأعراب جاي من البدو أطويها العفارة مفازة مفازة أشعث أغبرا وتهيجن راحلتي لحن الأنين وقوفا بها صحبي شاخصة في الملكوت ذاك نجم الياسمين يبين جاي من البدو أطوي أشعث أغبرا أحمل كل الفراغ ويحملني الفراغ وتهيجن راحلتي شاخصة في الملكوت لحن الأزل يا أيها المضحوك عليهم والضالون ضروبهم ذاك نجم الياسمين وكان حليب الماعز الشامي يعبق بالياسمين وكان الطفل الأعرابي يتعبد في حراء مادبا والياسمين المعلق بعيدا في خاطري وطن كنعاني هل مثل لبنه لبنا طرقوعا للعطاش المستضلين وقدة القير وأنك شهده شهد يبرئ الموجوعين من جوع الصلاطين ولو أني كنت خطيب الجمعة بجامع الفسطات لأفتيت في بترائيا أن سبخوا بالياسمين فبه تمام الصلاة أهدهد القلب ذات أرجوحة الوهم وأهمس أهمس إليه المعنى ما أفهم الأعراب بالياسمين بس صح أبطل التيمم حضر الياسمين أعرفه الياسمين مذ علم الله أبي الأسماء كلها يقول شيئا ويمضي والياسمين المعطش وأقسمت عليه أن أزرعه في حقيقة عمري لكنه يأبى البوح بالبوح ويسألونك عن الياسمين هو حفر نبطي ووشم بدوي أنا تلاشيال العنيدان معا على الرمال المتحركة لتأخذها الأعصير بعيدا لو كان لي يد لزرعت الجنوب يا سمين والسحراء والتنفلق الأعراب والياسمين جفلة الوعلي بوادي فينانا ليلة همست إليه من ضال حبيبي حبيبي جميل جميل يعني ماذا تسمي هذا الجنوح إلى هذا الخط الأدبي هل هو انقلاب هل هو ثورة على أعراف الشعر العربي أنا أسأل أتساءل نعم هل الأديب يجب أن يقبع خلف تقليد معين أنا أعرف ذلك التقليد نعم هو أساس هو أصل لكن ألم تتغير بقية الموسيقى العربية في الشعر العربي نعم يعني مستخدم ردحا من الزمن وما زالت على هذا الاستخدام في 16 بحر نعم 16 بحر شعري هل نبقى عند هذا الحد ألم تتغير الحياة نعم ألم تتغير إقاعات الحياة إلى جانب أن الموسيقى قد لا تكون هي الوحيدة نعم العنصر الهام نعم في خلق القصيدة نعم وبالإضافة إلى أنه الشعر هو شعور قد يعني يخرج عن مسألة الوزن نعم أو الإقاعات المحددة نعم أمام بكل هذا مجتمع مجتمع أو مجتمع مع بعض كان لابد أنه أخرج بهذا بهذه القصائد أو بالخط لا أسميه انقلابا أسميه حالة من الإبداع مغايرة لما هو موجود مختلف عن ما هو موجود من أراد أن يسير في هذه الدر حياه الله نعم ومن لم يرد فعليه بالتقليد نعم أو هو شعله يعني ما سمعناه منك الآن يعني حملنا على أجنحة الروعة والتحليق والجماد صدر يعني اللفظ مع المعنى هناك انسجام ليس هناك يعني تيه أو ضياء أو طلاسم في الأمر لكن ألا ترى من بدأ هذا الخط فتح الأبواب أنا لا أقول آل الشوابك لكن من نسبقون من بدأ الخطوة الأولى في هذا الخط ما يسمى بقصية النثر أو النص النثري أنه فتح الأبواب واسعة أمام المتطفلين على الشعر هناك من نسمع منهم نصوصا حقيقة لا علاقة لها لا بلغة ولا بشعر ويقول هذا هذه قصية نثر ألا ترى أنهم فتحوا الأبواب أمام هؤلاء الحقيقة أنه معايير قصيدة النثر أصعب من معايير وشروط القصيدة التقليدية نعم القصيدة التقليدية في النهاية إذا لم يقل عني شاعر فأنا ناظم ضمن هذه القوالب الوزنية المحددة ومعروفة طبعا المشكلة الأكبر في أن قصيدة النثر تتطلب شخصية ثقافية عالية نعم بمعنى أن لديها عمق بساطة في الطرح وعمق في المعلومة نعم وعمق وإرث تاريخي ومثيلوجي ولا بد من ابتداء عناصر خاصة وبصمة خاصة عند هذا الشاعر الذي يريد أن يكتب في هذا الجانب نعم هي فتحت الباب وهذا أسوأ ما في الأمر أنها فتحت الباب لكثير من المدعين نعم أو مدعي الشاعر أن يكتبوا هذه القصيدة عندما بدأت القصائد العشتارية نعم بداية الستينيات وهي كانت المكونة الأول لقصيدة النثر طبعا هو تقليد لما كان موجود في الغرب وما هو من الشعر المترجم وقد يكون هو تكسير لما هو مقلد وهو اعتيادي من الشعر العربي لكن هنا أنا أدعو النقاط تحديدا أنه نميز بين من يقول بسطحية قصيدة النثر وهو مرفوض وبين من يحمل ضمن محافظة على اللغة ومحافظة على الإطار الصورة الشعرية وإبداع صور حديثة وجديدة تتعلق بالموضوع بالإضافة إلى عمق ثقافي عند هذا الشكاتب أو الشاعر اللي بالنهاية يوصف لأنه يحمل مشاعره ورؤاه بحيث تصل للمتلقي دون معنى بودني أن نتحدث عن اللغة ثم نعود إلى موضوع الشعر موضوع المنهجين في الشعر أنت عملت معلما للغة العربية في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية نعم يعني كيف تنظر إلى مستوى وحال اللغة العربية الآن الحمد لله أني تتلمث على أيدي أساتيذ كانوا غاية في الرواة نعم منذ طفولة أذكر أستاذي بالخير أستاذ عاهد الدقة وهم من طول كرم نعم وقد درس اللغة في القاهرة نعم وجاءنا على طفولة ودرسنا اللغة ودرسني تحديدا الشعر نعم عندما قدمت إلى الوظيفة كان لابد أن أصبح مدرسا نعم اللغة العربية نعم كان ميوري إلى الإعلام لكن انتهى بي الأمر كمدرس وقبلت ذلك حبا نعم باللغة نعم وكان المستوى في تلك الفترة من التسعينيات نعم إلى الألفين كان الحال على جيد من الأمر نعم لكن أصبح فيه انقلاب بشع وقبيح بتدريس اللغة العربية مما يثمر الآن ثمرا يعني هو شوك وليس فاكعة بحيث نجد أخطاء كثيرة عند هذا الجيل نعم ولعل وسائل التواصل الاجتماعي تثبت نعم وهي مراية حقيقية لما نراه عند كثير من أبنائنا في موضوع اللغة من الأسف الشديد أن الاهتمام باللغة أصبح يعني أقل على صعيد رسمي أو على صعيد الشابحة نعم لكن أقول أنا كمدرس في الأردن وفي المملكة العربية السعودية كنت قدمت كل ما في جهدي من تقديم هذه اللغة حتى بوسائل درامية ومسرحية إلى أن طورت في المسرح بحيث كنت أقدم تدريسي لللغة من خلال الدراما ولعل تلاميذي يعني من أفضل التلاميذ اللي أنا أفتخر وعتز لأنني قدمت إليهم اللغة كما قدم أستاذي لهذه اللغة يعني هناك من يدافع عن اللغة العربية ويتمنى أنها لو هي لغة الحوار يعني في الشارع وفي البيت وفي السوق وفي المدرسة وفي الجامعة لكن هذا الآن حقيقة لا نقول مستحيلا لكنه صعب جدا في ظل طغيان اللهجات المحلية وهناك من يتبنى اللهجة المحلية ويحاول يقول يعني من يدافع عن لغة العربية أو يريد لغة العربية الفصيحة أنها تأخذ مجالها أوسى أنه يعني مرجعي أو أنه لا يؤمن بالتجديد والتغيير هل فعلا أنه من يتبنى موضوع اللغة العربية ويتمنى أنها هي التي تسود في المجتمع يعني اللغة الرسمية واللغة واللغة الاجتماعية هل فعلا أنه هذا الفريق أنه هو رجعي لا يؤمن بالتجديد أم أنه هناك ما هناك خلف هذه الدعوة دعوة طغيان اللهجة المحلية الحقيقة هو في تطرف نعم في استخدام سواء هذا الفريق أو هذا الفريق نعم لا بد من الارتكان إلى لغة بيضاء مقبولة نعم هذه اللغة البيضاء موجودة يعني استخدامها في الإعلام نعم وفي بعض البرامج نعم لكن ما يعاب على الفريق الفريق الاستخدام اللهجة أو هذا الطرف آخر في الصراء نعم أنه ينفذ برامج طمس الهوية نعم وهذا ما نرفضه نحن أه مش مطلوب مني أو ليس مطلوبا مني يعني هناك قصدية أن أتعمى بالضبط أن أتعمق وإلها أساتذة هما في بدايات القرن أه يعني بالكاد لأن أذكر بعض لا أريد أن أذكر حتى نعم من هما اعتبرناهم علماء في اللغة وعلماء في الأدب نعم كانوا يميلوا إلى استخدام اللهجات المحلية نعم وهذا مرفوض لأنه طمس للهوية العربية والتي هي آخر ما تبقى لدينا نعم استخدام اللغة نعم يعني أية أمة بدون وعاء فكري نعم ما هذه الأمة التي بدون وعاءها الفكري وعاءها الفكري هو القرآن أو القرآن الكريم نعم الذي هو جاء بهذه اللغة على أكمل وجه نعم وهذا من حمد الله سبحانه وتعالى أن ما زلنا هناك فريق وقوم يحافظ على هذه اللغة ومن يصفهم بالرجعيين هما على على درجة عالية من التطرف بلغة علمية آه الخير موجود في الأمة نعم ما زال كثير من الأشخاص المحترمين نعم الذين هم مدعاة للفخر أن يستخدموا هذه اللغة بل أن يطلبوا هذه اللغة أن تكون مستخدمة أنت أيضا عملت في مراحل يعني مسيرتك الوظيفية مسؤول للنشاط الثقافي في وزارة التربية والتعليم في الأردن النشاط الثقافي الذي كنت مسؤولا له هل كان يجتمل على الفن الموسيقى المسرح الأدب أم في أي طار يصب هذا النشاط الثقافي هو في الحقيقة كان شموليا أو شاملا نعم بحيث أن الناشئة كانت تتعرض لكثير من المسابقات نعم اللي هي تأتي للفصل نعم بين منهم متميز وغير متميز نعم في الأداء الإبداعي سواء كان شعرا أو قصة نعم أو موسيقى أو مسرحا أو ما إلى ذلك لكن أنا اختصاصي كان في إطار المسرح نعم والمسرح المدرسي تحديدا إلى جانب آخر أنه بدأت أجد أنه لا يوجد نعم اهتمام في فترة ما بالمدرس نعم لهو قد يكون الأهم لتوفير بيئة حاضلة للمبدع الطالب التلميذ المدرس كان لابد أن أنتبه لفترة طلبة النقل إلى ما يسمى بأندية المعلمين نعم التي من خلالها استطعت خلال ثلاث سنوات أن أقيم فكرة أو أن يعني أقدم فكرة نعم المسؤولين هذه الفكرة تدعى أو تسمى ب المخيمات الإبداعية نعم وكان لابد أن يشارك كثير من خلال أندية من المعلمين المبدعين في تجاهات مختلفة نعم في الغناء وفي الرسم وفي كتابة الشعر والقصة وإلى آخرين معذرة سنكون بعد الفاصل دكتوري معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد وكل عام وأنتم بخير مع حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والمسرحية العربي من الأردن الدكتور علي الشوابك عود إليك دكتور كنت أتحدث عن النشاط الثقافي في وزارة التربية قلت أنك ابتدعت فكرة المخيمات وكنت أتحدث عن هذا الأمر وكيف أنك تحاول أن ترفض المعلم الأردني في مجال الثقافة في مجال الفن والموسيقى به داعم حتى يتمكن من أن يخوض التجربة بشكل سليم نسمع منك ما كنت تطرحه كانت الخطة مقدمة من قبل المسؤولين نعم أنه أنا هناك من الاكتفاء أن من يعمل بإطار دعم الطاقات الشبابية نعم طلابية أو الطالبية نعم سواء من الذكورة أو الإناث طبعا هذا في مستوى وزارة التربية والتعليم نعم بمعنى أن جميع المحافظات لها نصيب وبتقسيم كان رائع وجميل من قبل الزملاء لكن حاجة المعلم بصراحة كان أفضل نعم وكثير من الزملاء وأنا كنت مدرسا قبل أن آتي إلى هذه الوظيفة إلى المركز الوزارة نعم كنت أشعر بأن المعلم الأديب المعلم الفنان هو مهمش ويكاد أن يكون مجرد مهنة معلم لا أكثر نعم والحقيقة أنه كثير من الأدباء الأردنيين أو الأدباء العرب نعم يعني هما كانوا بالأصل معلمين في مدارسهم نعم جاءت فكرة المخيمات الإبداعية لتستهدف هؤلاء الزملاء نعم وفعلا في ثلاث فترات أو ثلاث أحوال بمعنى ثلاث سنين نعم قدمنا مجموعة من من ورفضنا الساحة الفنية الأردنية بمجموعة من الأدباء وال يعني قد أذكر بعض الأسماء منهم الأديب الساخر محمود الشمائلة نعم ظهر اسمهم يعني مؤخرا بعد هذه المخيمة في الزميلة الروائية هدى رواجدة نعم ممكن الآن لا يحضرني بعض الأسماء لكن مجموعة كبيرة حتى في مجال الرسم نعم في الشاعرة خليني أذكر يعني ممكن تروح يعني فنانة تشكيلية ونفس الوقت شاعرة هي الله نسيت اسمها لكن نعم في مجموعة من الشاعرات والشعراء والأدباء والقصاصين اللي بدأوا وأبدو اهتمام وحب لأن تستمر هذه نعم لكن أنا طبعا بطبيعة الحال غادرت إلى منطقة أخرى اللي هي الإعلام نعم كمنتج فني للبرامج الثقافية وهو الطموح الأول بالنسبة لي وتركت الحال ولا أدري ماذا حل بالقوم نعم سوف نتحدث عن موضوع الإعلام أيضا نبقى في موضوع النشاط الدرامي النشاط الثقافي في هذا الوسط أنت يعني عملت مدرب دراما في المعهد الإعلامي نعم الأردني أريد أن تحدث بشكل أوسع عن هذه التجربة ما هذا المعهد ماذا يقدم ماذا يعمل ما النشاط الذي يمارسه في هذا المعهد الحقيقة المعهد الإعلامي كان تجربته معه معهد الإعلامي الأردني نعم من المؤسسات المتميزة بالأردن على صعيد إلى درجة أن يعطي الماجستير درجة الماجستير بالإعلام نعم وفيه نخب عنده ويخضع الاختبارات صعبة إلى أن يصل الطالب إلى أن يدرس الماجستير الإعلام نعم في دورات أخرى إلى جانب الدورات الموارد البشرية والتحرير والتحرير الإخباري وما إلى ذلك فأحد الأصدقاء استدعاني أن أدرب الدراما للوفود القادمة من هناك تتدرب خاصة من الأخوان من ليبيا بعد مشكلة ليبيا كمشكلة سياسية في ليبيا قدمت مجموعة من ليبيا وكان نصيبي أن أقدم أو أدرب هؤلاء على الدراما وكان طبعا الهدف ليس التدريب على الدراما كان الهدف تقديم حلول نفسية وحلول جعل منطقة ردم الهوة وجعل منطقة تقارب وتجسير من خلال الدراما بين الأخوة الليبيين وكانت تجربة بالنسبة لي أنا تجربة رائعة بديت أتعامل مع أشخاص كبار في السن لهم وظائف وانتقلت بمرحلة تدريب الأطفال على المسرح وخاصة في إطار أعمالي وأعمالي الإخراجية المسرحية يعني الأعمال التي كنت أو حالة التدريب التي كنت تمارسها على الأخوة الليبيين أنه كنتم تأخذون قصص من الواقع الليبي وحقوق المجموعة إذا أردت أن أتحدث بالتفصيل عن هذا الحدث هو كان عبارة عن استخدام الدراما لإيجاد حلول توافقية بينهم في كثير من الجوانب اللي عليها خلاف خاصة بعد حالة الحرب ونعرف الحالة النفسية للمجتمعات بعد الحروب أنه كيف تكون موجودة كان لابد من استخدام الدراما لحالة التنفيذ الانفعالي عندهم واستخدمنا مسرحيات دربناهم ودربناهم على حالة الإخراج كيف تخرج عملاً فنياً مسرحياً وقد لاقى قبولاً ونجاحاً وكانت التقييم حتى عالي جداً بالنسبة للإدارة وما تم الاستمرار لأنني انشغلت بدراسة الدكتورافي القاهرة نعم بالتوفيق نعود إلى سفر الياسمين يعني بما أن المناسبة عيد نعم زجاجة العيد بقى يا رماد ودعني الياسمين في زجاجة العيد وأحكم إغلاقها ورمقني بوعده ورمقني بوعده سوف أعود فر الرماد من زجاجة العيد نمراً لا يهدأ إلا بين بنان الياسمين به كينونة الرفق ترسم على جسده صحائف الأعراب المقدسة يتلونها ليلة تدلهم والقفار على ذات غدير النشوة واقف هناك طلبت إليه أسقيه ماء الحياة ويسقيني تارة يختبئ خلف الكلام وتارة يواري بداوة العينين في حشرجة الصمت ويلي من حيائه الياسمين بيد عسراء يكبل فوضايا ويقمع فيه ثورة الرمل الهجين وبيد الرفقي يفتح الباب لطوفان اشتياق إليه فأغمره حلماً بقبلات الشجون ما زال الرمل بارداً ولا عاديات ضباحاً أن نشتعاله ولما تقدحه بعد مغيرات الياسمين جميل هناك من يقول أن الشاعر عندما يلقي أمام جمهور يجب أن يمارس أداء مسرحي حتى يوصل المعنى والفكرة إلى المتلقي هل استفدت من تجربتك في المسرح في أدائك الشاعري قطعاً مئة بالمئة الحقيقة أنه الإلقاء هو نصف القصيدة فإذا ما ألقى الشاعر وقصيدته على أكمل وجه كان المتلقي أشد حباً واعتناقاً لهذا النص ورؤى النص طبعاً ورسائل النص التجربة المسرحية بكل معطياتها التي أنا دخلتها من ابتداء من طفولة المسرحية بمعنى بدأت العمل كمساعد مخرج وممثل وممثل في الدراماة التلفزيونية الأردنية وأيضاً التاريخية كل هذا كان يضخ في التجربة الشعرية أيضاً بحيث أن قصيدتي النثرية تقوم أصلاً على الأداء الدرامي وكيف ما وكيف إذا كان طبعاً أمام الجمهور والمتلقي كان لابد أن أقدم ما يسمى بالمنولوج أو هو أشبه بالمنولوج أو بقصيدة أو معفواً مصرحية الموندراما ممثل الواحد فعندي أحد القصائد التي هي قصيدة هواجس الأعراب مكونة من أو توقيت ما يلزمها من توقيت لإلقاها على المتلقين حوالي 25 دقيقة هذه الـ 25 دقيقة هي مساحة مساحة زمنية لمصرحية تبين أحداث وأشخاص موجودين وشخص وأيضاً رؤى وأهداف داخل هذه القصيدة بالتالي هي أشبه بمصرحية الموندراما وكثير من المتلقين كان يطلب أنه يستزيد لأنه يشعر ويتعايش بدليل على أنه نجاح استخدام التجربة المصرحية في الشعر أو في القصيدة النترية هل اشتغلت على الشعر المصرحي؟ الشعر المصرحي لا لما أشتغل عليه نعم لا لما أشتغل لكن اشتغلت على المصرح الشعري نعم بمعنى أن تكون كثير من ما أكتب أو ما كتبت حتى من الجمل الشعرية لأن الأصل هناك لا يوجد انفصاد نعم بين المصرح الشعري والشعر المصرحي ولغة المصرح لغة شعرية أصلا نعم إذا ما عدنا إلى شيكسبير كأب للمصرح نعم في العالم وهو النموذج الأول ما نذهب إليه في المصرح الغربي أو المصرح الحديث المصرح مقصود بالحديث بمعنى الحالة المصرحية شكلا ومضمونا نجد أن معظم جمل شيكسبير المترجمة نعم هي جمل ذات طابع شعري نعم أو هي شعر تحديدا لما تملأها من حكمة وصورة فنية وما إلى ذلك يعني أنت شعر ومسرحي في نفس الوقت لماذا لا تكتب النص مسرحي بلغة الشعر يعني هو كتب تجارب بسيطة أيام المدارس طلبتي عندما كنت أترجم أو أحول الدرس إلى لكن أنا لا أعدها تجربة ذات قيمة بمعنى أنها مطروحة في السوق نعم أو يوصف أنه عالي الشوابكة كتب نعم مسرحا شعريا شاركت في مهرجانات مسرحية كثيرة شاركت في تدريب الدراما المسرحية وعملت مع المسرح وإخراج نعم حتى في مرحل ومراحل أنك عملت موثلا في المسرح كيف ترى حال المسرح العربي الآن والله أمام الحالة السياسية القاهرة نعم للشعوب العربية نجد أنه المسرح تراجع نعم في بيته نعم تراجع في العراق ونعرف العراق طبعا بلد من أهم البلاد التي عنيت بالمسرح نعم إلى أن الحكومة في فترة الماء أيام المرحوم صدام عسير رحمه الله نعم رحمه الله هذا القائد العربي النبيل نعم قدم كان يعني يبعث بكثير من المسرحيين نعم إلى دول اشتراكية وغير اشتراكية ليتعلم المسرح نعم كان مؤمنا وكانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت مؤمنا بأهمية المسرح نعم وعندما نذكر كثير من الأسماء هما مراجع وأساطين بالمسرح العربي ومنهم الأستاذ أطال الله عمرو السيد دكتور السيد دكتور سلاح القصب نعم وهو حاليا موجود بالأردن في مهرجان وسعدنا بلقائه وهو طبعا قام من قامات المسرح العربي نعم في القاهرة نكاد نتحدث عن نفس الموضوع نعم في سوريا أيضا نعم الآن المنفذ الوحيد نجد المسرح العربي موجود في عمان نعم الحقيقة أنه عمان تقوم بدور وهو مرهق عليها نعم باستخدامه للمسرح استخدامه للمسرح وتنشيط هذا المسرح في جميع اتجاهاته وفي أشكاله سواء للأطفال أو للكبار أو للشباب نعم الأجمل من ذلك أنه فيه عندنا بالخليج العربي بالإضافة للكويت الذي بدأ فيها المسرح مبكرا نعم أنه بالسعودية فيه تجارب مسرحية حديثة مسرح الطائف نعم فيه أن جمعية المسرحيين في الطائف مسرح الجنادرية نعم والأهم من كل ذلك البوتقة والأيقونة المسرحية العربية الهيئة العربية للمسرح التي تنشط فاعلة لأن يكون المسرح العربي متقدما وقد دعيت فيه قبل سنتين لمهرجان نعم مهرجان أيام الشارقة المسرحية وقدمت ورقتي أنه دور المسرح فيه التنوير ونفذ التطرف وكانت ورقة الحمد لله ناجحة في ذلك الوقت نعم أنت أيضا اشتغلت على مسرح الطفل هل هناك فعل جاد فيه فعل جاد يعني أنا غير ملم أنه ليس ليدي دراسات شخصية نعم إنما ما أجد هناك اهتمام بالمسرح وسبق أن ذكرت قبل قليل نعم دور الهيئة العربية المسرح الآن تعمل على استراتيجية تنشيط المسرح في المدارس والجامعات ومسرح الطفل كوني أنا عملت في المدارس فقدمت مجموعة في الأردن والسعودية وأسست فرق مسرحية وفرية وأفريقا نعم بمعنى مجموعة من التلاميذ اللي كانوا يقوموا بالمسرح ولعل يعني أذكر كثير من التجربة الغنية كانت جدا في المملكة العربية السعودية لم يكن أصلا موجود فرقة مسرحية فأسست هذه الفرقة والآن إذا استمعوا إلينا أبنائنا هم الآن أصبحوا كبار ويمكن في مجالات مختلفة لكن قدمنا مسرحا للطفل وكان مسرح منافس داخل منطقة في مندينة نجران في السعودية وأيضا في الأردن قدمت مسرح للطفل موازي لمسرح المدرسي أنه ثم تفرق دقيق بين المسرح التربوي المدرسي ومسرح الطفل أن ذلك يعني يختص بمعايير أو يأتي ضمن معايير محددة تختلف عن مسرح المدرسي نعم الآن أنت تعمل على تعمل مخرجا ومعدا للبرامج ثقافية في التلفزيون الأردن نعم هناك إهمال في الفضائيات أو التلفزيونات العربية بشكل عام للجانب الثقافي والبرامج الثقافي ستجد مساحة البرامج الثقافي ضيقة جدا بل بعض القنوات لا تعير اهتماما لموضوع الثقاف والبرامج الثقافية كيف تقيم هذا الوضع والله أقيم ثمة مسؤولية نعم على الدولة وبكل جراءة أو جراءة أقول أن الدولة إذا أرادت أن تقدم خطابها نعم فعليها أن تهتم وتوسع مساحة ورقعة البرامج الثقافية المتلفزة تجربتنا بالتلفزيون الأردنية نعم الحقيقة لما أنا تقدمت لمختص كمختص بالبرامج الثقافية نعم كمنتج فني البرامج الثقافية نعم يعني عد أو يعني عطيت مساحة اللي هي ما يسمى بالمجلة الثقافية مساحة نصف ساعة تقريبا أو أقل وذلك لخدمة المستوى التبادل البرامج العربي نعم لكن أنا وجدت أنه فيه اهتمام بالموهبة والإبداع والثقافة في البرامج اليومية نعم لأنه كمان الثقافة الحقيقة المفهوم 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 العربي للثقافة يكاد أن ينحصر أو ينحصر بالشعر أو الأدب أو القصص أو ما إلى ذلك نعم لكن في الحقيقة أنه أيضا هناك من التراث ما هو ثقافة ومن ما يقوم به كثيرون في مجال التوعية الصحية أو غيرها هو ثقافة نعم فكان المسؤول يعني مقنع إلى درجة ما أنه فيه هناك برامج يومية فالآن أنا طبعا فضل الله يعني أعطيت هذه المساحة أيضا بالبرامج اليومية أن أشرف على البرامج الثقافية ويده واحدة لا تصفق نعم لا بد من تبادل أدوار وتكامل أدوار نعم وأعتقد أنه المسؤول إذا بصر بذلك وأعطي يعني أهمية ذلك لا يعني هو أيضا ممكن أنه يوافق على أن تقدم هذه البرامج نعم نعود إلى سفر الياسمين حتى يكون مسك الختام نص منك نصا آخر من سفر الياسمين يعني سفر الياسمين هو نغير سفر الياسمين في أن سفر العشرين هو ما سأقوله لأصدقائي ومن يحب أن يستمع إلي قد لا يكون لجمهور عريض سفر العشرين ما بعد سفر الياسمين آه هو ما بعد سفر الياسمين لكنه لم يطبع بعد لم ينشر ولم يطبع بعده وما زال حبيس الأدراج إذن نسمع منه شيء لأن التجربة فيه لم تكتمل يخطف الشمال قلبي وأدور بين القبائل وهو ليس معي ومن عراب إليه كيف سأفوتها المدائن وقد أمعن فيتيه من العسل أيقونة الشهد روعة ثغرها مهما تدلف من لائها وآهها ومهما تقول من كلام يا من تلوم التساقي لما تضحكي لست أنا هل يحدني إلا الياسمين من كل اتجاه آخر ما أعيه اضحكي اضحكي وضحكي ويلعبون معي على بيدر الشعر ولما ترجع عيرهم إلى الشمال أنا فيها سواع الملك أنا فيها سواع الملك جميل 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 حوار ممتع شكرا لك الشعر والمسرحي العربي من الأردن الدكتور علي الشوابك شكرا لك على هذا الحوار الجميل وأنا بدوري طبعا أشكر أستاذ محمد صيف وأشكر قناة الرافضين على هذه الاستضافة وأقدم شكري لكل فريق العمل الذي ما زال يعني صامدا لأن تكون الثقرافة دائما هي أهم أو في مقدمة الاهتمام شكرا لإستضافتي شكرا لك دكتور علي شكرا لك عزيزي المشاهد أشكر لكم حسنا المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 حسنا المتابعة ودعوكم شكرا لكم شكرا لكم